اشتركوا في القناة الدكتور وهي بن ناصر أستاذ الفيزياء بجامعة البحرين ورئيس الجمعية الفلكية البحرينية أكد أنه بحسب التوقيت المحلي لمملكة البحرين يبدأ الكسوف في الساعة الخامسة واثنتين وثلاثين دقيقة صباحا ويمكن لسكان مملكة البحرين مشاهدة ظاهرة الكسوف بشكل جزئي في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة صباحا عندما تشرق الشمس وهي منكسفة على شكل هلال كبير وأوضح الدكتور الناصر أنه ستكون فترة صلاة الكسوف في مملكة البحرين ساعة وسبعين وعشرين دقيقة ابتداء من شروق الشمس في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة إلى انتهاء الكسوف في الساعة السابعة وتسعين واربعين دقيقة صباحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر